بمشاركة عدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والوزارات الحكومية تم الاحتفال بإنهاء الفوج الأول من جسور برنامج تأهيل الأكاديميين الشبان في المجتمع العربي البدوي في النقاب لدمجهم في الخدمة العامة برنامج جسور يهدف إلى دمج طلاب العرب شباب وشبات في الوزارات الحكومية شخصياً كثير حبيت تكون في المشروع هذا لأن المشروع هذا يعطينا كثير الأدوات مش نقدر نتأقلم في جميع الوزارات الحكومية طبعاً كل الشباب وشبات اللي كانوا معي كل واحد جاي من المجال اكتسبنا كثير أدوات من خلال المشروع جسور خلانا المشروع نشوف أفق كبيرة نفت في الأماكن أحنا ولا مرة وفكرنا أن نفت فيها وأحنا كطلاب وكشباب بدو ورجانا أنه في أماكن كثيرة اللي أحنا ممكن نوصل لهي أنهى البرنامج نحو عشرين شاباً وشابة من مختلف أنحاء النقاب والذين أنهوا تعليمهم الأكاديمي لكنهم لم ينخرطوا في العمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة خلال جائحة الكورونا وصعوبة اندماجهم في الوظائف العامة أهمية المشروع بالنسبة لي أنه كيف ندمج شباب وشابات عرب من الجنوب في المكاتب الحكومية مش بس في منطقة السبع إلا في منطقة القدس وينما بتاخذوا القرارات القرارات المسارية للمجتمع العربي البدوي في النقاب بشكل خاص والهدف من دمج الشباب أحضر أن يكونوا في وظائف مهمة اللي بتأثر على اليوم يوم تبعنا في كوليات نواحي الحياة إذا كان تربية تعليم إذا كان صحة إذا كان اقتصاد إذا كان تشغيل بدون دمج الطلاب العرب أو الشباب والشبابات العرب في المكاتب الحكومية وضعنا رح يظل زيكري لأن ما في عندنا سفراء في داخل المكاتب الحكومية اللي بيعرفوا شو التحديات تبعاتنا شو المشاكل تبعاتنا شو ظروف المعيشة تبعاتنا شو النقص الموجود عندنا كيف ملامة البرامج للمجتمع العربي البدوي في الجنوب مع انتهاء مرحلة التأهيل يستمر طاقم البرنامج في مرافقة الخرجات والخرجين لمساعدتهم بصورة فعلية على الاندماج في سلك الخدمات العامة حيث عدد الموظفين العربي في المكاتب الحكومية ممن يقدم الخدمات لبدو النقب منخفض جدا اشتركوا في القناة